السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء العزاء طلاب الصف التاسع مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية فرع الجغرافية عنوان درس اليوم التجوية والأشكال الناتجة عنها مراجعة وتدريبات الجزء الثالث أعزائي الطلاب درسنا فيما سبق التجوية وأشكالها وقد مر بنا العديد من المعلومات الهمة في هذا الدرس فهيا بنا نراجع أبرز ما جاء من معلومات في هذا الدرس قبل البدء في حل تدريبات درس اليوم تذكر أن عزيز الطالب العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض تنقسم إلى التجوية وتنقسم التجوية إلى تجوية ميكانيكية وتجوية كيميائية التعرية وتنقسم التعرية كما درسنا إلى أربعة أشكال هي التعرية الهوائية التعرية البحرية التعرية النهرية التعرية الجليدية ثم تعرفنا أعزاء الطلاب على مفهوم التجوية وهي تفتت وتحلل الصخور مع بقائها في مكانها مفهوم التجوية مرة أخرى تفتت وتحلل الصخور مع بقائها في مكانها مفهوم التجوية الميكانيكية تفتت الصخور دون حدوث تغير في التركيب المعدني للصخور نفسه مع بقائها في مكانها مفهوم التجوية الكيميائية حدوث تغيرات في التركيب المعدني للصخور مع بقائها في مكانها ثم أعزاء الطلاب تعرفنا على عوامل التجوية الميكانيكية من خلال هذه الصور عرفنا أن عوامل التجوية الميكانيكية هي كانت كالتالي اختلاف درجات الحرارة التجمد الكائنات الحية إذن عوامل التجوية الكيميائية الإذابة والأكسادة والآن أعزاء الطلاب جاء دور حل التدريبات الكتاب المدرسي صفحة 94 وصفحة 95 هيا بنا عزاء الطلاب نفتح سويا الكتاب المدرسي صفحة 94 السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة 1- تحدث التجوية الكيميائية نتيجة لعوامل منها التقشر التفلق التجمد الإذابة أنتظروا منكم الإجابة أعزاء الطلاب أحسنتم إجابة صحيحة الإجابة هي الإذابة إذن تحدث التجوية الكيميائية نتيجة للعوامل منها الإذابة 2- من العوامل المؤدية إلى التجوية الميكانيكية التجمد الأكسادة التقرب الإذابة أحسنتم رائعون التجمد إذن من العوامل المؤدية إلى التجوية الميكانيكية التجمد 3- العامل المؤثر بين عمليات التجوية الكيميائية هو الطربة الحيوان النبات المياه أحسنتم إجابة صحيحة المياه العامل المؤثر بين عمليات التجوية الكيميائية هو المياه المياه تكسر الصخر بفعل النباتات سأترك لكم الفرصة أعزائي الطلاب للوصول إلى الإجابة الصحيحة هناك من توصل بالفعل إلى الإجابة الصحيحة وإني أنصد إليكم الآن بما تفسر تكسر الصخر بفعل النباتات أحسنتم إجابة رائعة وصحيحة بسبب نمو جذور النباتات وتوسيع الشقوق بين الصخور بسبب نمو جذور النباتات وتوسيع الشقوق بين الصخور رقم 2 بما تفسر تكون الدحول هيا سريعا أعزائي الطلاب من سيذكر الإجابة أحسنتم تكون الدحول بسبب تصرب مياه الأمطار بين الصخور الجيرية بسبب تصرب مياه الأمطار بين الصخور الجيرية التي تعمل على ذوبان كربوناتو الكالسي التي تسمى الحجر الجيري ثلاث بما تفسر تأكسد الصخور رائعون أقد ذكرتم الإجابة سريعا بسبب تفاعل الأكسجين في مياه الأمطار مع معادن الصخور مثل الحديد وتتأكسد الصخور وتتحلل ثم تفتت الصخور وتكسره تفتت الصخور تفتت الصخور وتكسره الكتاب المدرسي أعزاء الطلاب الصفحة التالية صفحة 95 السؤال الثالث عرف المفاهيم الآتية أمامنا الآن ثلاثة مفاهيم واحد التجوية اثنان التجوية الميكانيكية ثلاث التجوية الكيميائية وسأترك لكم الفرصة قليلا لذكر الإجابات الصحيحة عرف المفاهيم الآتية التجوية أحسنتم هناك من يذكر الإجابة الآن يقصد بالتجوية تفتت وتحلل الصخور مع بقائها في مكانها التجوية مرة أخرى تفتت وتحلل الصخور مع بقائها في مكانها رقم اثنان التجوية الميكانيكية رائعون يقصد بالتجوية الميكانيكية التالي تفتت الصخور دون حدوث تغير في التركيب المعدني للصخر نفسه مع بقائها في مكانها مرة أخرى التجوية الميكانيكية تفتت الصخور دون حدوث تغير في التركيب المعدني للصخر نفسه مع بقائها في مكانها 3- التجوية الكيميائية أحسنتم إجابة صحيحة وموفقة حدوث تغيرات في التركيب المعدني للصخور مع بقائها في مكانها حدوث تغيرات في التركيب المعدني للصخور مع بقائها في مكانها ما زلنا في صفحة 95 أعزاء الطلاب السؤال الرابع ما النتائج المترتبة على آممنا الآن ثلاث أسئلة 1- اختلاف درجة الحرارة بين الليل والنهار في البناطق الصحراوية 2- تجمد مياه المطر داخل شقوق الصخر في المناطق الجبلية والباردة 3- تصرب مياه الأمطار في الصخور الجيرية من سيجيب على رقم واحد أعزاء الطلاب؟ رائعون هناك من توصل إلى الإجابة أحسنتم 3- إني أنصت إليكم 4- ما النتائج المترتبة على اختلاف درجة الحرارة بين الليل والنهار في المناطق الصحراوية؟ 5- أحسنتم 5- يؤدي هذا الاختلاف إلى تقشر وتكسر الصخور وتفتتها في مكانها 6- إذن اختلاف درجة الحرارة بين الليل والنهار في المناطق الصحراوية 7- ينتج عنه تقشر وتكسر الصخور وتفتتها في مكانها 2- تجمد مياه المطر داخل شقوق الصخور في المناطق الجبلية والباردة 7- إجابة صحيحة أحسنتم 8- يؤدي ذلك إلى زيادة حجمها في الشقوق 9- ثم اتساع الشقوق وتكسرها 10- إذن عندما تتجمد مياه الأمطار داخل شقوق الصخور 10- فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حجمها في الشقوق 11- ثم اتساع الشقوق وتكسرها 13- تصرب مياه الأمطار في الصخور الجيرية 14- أحسنتم إجابة صحيحة 15- يؤدي ذلك إلى 16- ذوبان الحجر الجيري 17- ثم ينتج عنها كهوف ودحول ومغارات 17- ثم ينتج عنها كهوف ودحول ومغارات 17- ما زلنا أعزائي الطلاب في صفحة 95 18- السؤال الخامس 18- أجب عن الأسئلة التالية 19- واحد 19- أذكر العوامل المؤدية للتجوية الميكانيكية 20- اثنان 20- وضح دور الإنسان في التجوية الميكانيكية 21- أنتظر منكم الإجابة 21- أحسنتم لقد توصلتم إلى الإجابة الصحيحة سريعا 21- أذكر العوامل المؤدية للتجوية الميكانيكية 22- احتلاف درجات الحرارة 23- التجمد 24- الكائنات الحية 24- حسنتم أعزائي الطلاب 25- اثنان 26- وضح دور الإنسان في التجوية الميكانيكية 26- يقوم الإنسان 27- بعدة أنشطة 27- تساهم في تفكك الصخور وتكسرها 27- مثل 27- شق الطرق 28- والمحاجر 29- والأنفاق 29- وقطع الأجيار 30- والمناجم 30- والتفجيرات 30- أعزائي الطلاب 31- من خلال تطبيق 32- مايكروسوفت تيمز 33- عليكم الرجوع إلى معلم الصف 33- لمناقشة الدرس 34- والإجابة على جميع استفساراتكم 34- دمتم في رعاية الله وحفظه 35- وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته 36- خلال وبركاته 36- ضربة واقع Quite tenor 30- بإجابة درس